دعا جلالة الملك عبد الله الثاني إلى تسريع الإنجاز في تنفيذ محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام من 2022 إلى 2025 والتي تتضمن الاستفادة من أراضي الدولة للمشاريع الزراعية وأكد جلالة خلال اطلاعه على تقدم سير العمل بالخطة في اجتماع عقد في قصر الحسينية اليوم إلى أهمية التواصل المستمر مع المواطنين في مختلف المناطق ووضعهم بصورة المشاريع الزراعية في مناطقهم كي يكون لهم دور في إنجاحها واستدامتها لتنمية مجتمعاتهم ولفت جلالة الملك إلى ضرورة تكامل تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة مع خطة الأمن الغذائي مؤكدا أهمية أن يكون هناك تصور واضح حول أهم متطلبات تعزيز الأمن الغذائي لتوفير الدعم اللازم لها خلال زيارته إلى مشاريع المدارس الحقلية المنفذة من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيتكو قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد إن هذه المشاريع الريادية حققت نجاحات لها انعكاس واضح على المشاركين من المزارعين والجمعيات أربعة ألاف ومائة واثنان وعشرون مواطنا ومواطنة استفادوا من مائة وسبع وتسعين مدرسة حقلية موزعة على أرجاء المملكة كافة وفي إربد بلغت حصة المحافظة تسع مدارس منها سبع حقلية واثنتان تصنيعية استفاد منها مائة وسبعون مشاركة وحققت مشاريعهم الريادية نجاحات لها انعكاس واضح على المشاركين من المزارعين والجمعيات من فضل الله هناك إنجازات مميزة لأخواتنا والأخوتنا المشاركين في هذه الجمعيات التعاونية منتجات جديدة تطرح في الأسواق ومنتجات أصلا كنا نستوردها والآن بدأنا نحقق جزءا من اكتفائنا الذاتي من هذه المنتجات المدرسة الحقلية أعطتنا الإشي الصح أنه إحنا كيف نزرع بطريقة علمية بطريقة اللي كانت معنا مهانسات ودكتورة زراعية فهي له أثر كبير أنه مش نزرع بطريقة أنه هيك أنه بس أنا بطريقة فلاحة أو بطريقة عشوائية ومن أجل متابعة نشاطات مشروع التنمية الريفية والتشغيل فقد شهدت هذه المشاريع زيارة ميدانية ضمت كل من المركز الوطني للبحوث الزراعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس التي أبدت مديرتها المهندسة عابير الزهير استعدادها لدعم المشاريع من خلال المؤسسة المواصفات والمقاييس من خلال مشاركتنا في اللجنة التوجيهية للمشروع طلعنا على أهم التحديات والمتطلبات للجمعيات وما يخص المدارس الحقلية بشكل خاص وكان من أهمها عمليات التسويق ودخول لأسواق وعملية التسويق للمنتجات سواء في السوق المحلي أو في السوق الخارجي مثل شهادات حصولهم على شهادات الـ Organic Global Gap اللي ممكن هاي تخليهم أنه تعطيهم فرص أكبر لدخول منتجاتهم لأسواق خارجي معظم الطلبات اللي طلقناها من المزارعين لموضوع الدعم في قضية الحصول على التغليف المناسب تطوير التعبئة الحصول على منتجات بمواصفات صحية سليمة تحمل شهادات من المواصفات والمقاييس تسمح لهم بالتسويق داخل المؤسسات الكبيرة والأسواق الكبيرة سواء في الأردن أو في الخارج مشاريع المدارس الحقلية المنفذة من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جتكو هدفها تحسين جودة المنتجات الزراعية وإدخال أخرى غير تقليدية عشر وفيات وأربعة آلاف وثمانمائة واثنتاني وثلاثون إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت خلال الفترة المتدة من الثالث عشر وحتى التاسع عشر من الشهر الحالي وزارة الصحة بيّنت في تقريرها الأسبوعي أن عدد فحوصات بي سي آر التي أجريت خلال الأسبوع الفائت بلغت سبعة وعشرين ألفا وثلاثمائة واثني عشر فحصة وقد بلغت تسلة الإيجابية منها سبعة عشر وسبعة عشر في المائة هذا ويبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا ستا وتسعين حالة بينما يبلغ عدد الحالات النشطة أربعة آلاف ومائة وتسع وثمانين لم تسجل في الأردن أي حالة اشتباه أو إصابة بمرض جذر القرود حتى هذا اليوم هذا ما قاله مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل بالبيسي لرؤية مضيفا أنه لا توجد أي توصيات بشأن هذا المرض على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات به في عدة دول خاصة الولايات المتحدة وفيما يتعلق بالتطعيم ضد المرض بينا عدم وجود أي توجه حيال ذلك حتى اليوم وقال إن الوضع الحالي مطمئن وإن دور الأردن في هذا الشأن يقتصر حاليا على المتابعة والرصد فيما يتعلق بمستجدات هذا المرض بعد دخول نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لعام 2022 حيز التنفيذ بدأت وزارة العدل اليوم بالعمل بنظام السوار الإلكتروني وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات قال إن الوزارة قامت بشراء 1500 سوار إلكتروني لاستخدامها وإن النظام قابل للتوسع مستقبلا كي يستوعب 5000 سوار إذا مقتضت الحاجة إلى ذلك قبيل بدء العام الدراسي الجديد يشعر أولياء أمور الطلبة بالحيرة بين أهمية جودة التعليم في القطاع الحكومي وارتفاع كلف التدريس في المدارس الخاصة وسط هجرة متواضعة بين القطاعين أولادي بالقطاع الحكومي بالمدارس الحكومية عندي بنت وعندي ولد بالمدارس الحكومية كأداء المدارس كتير ممتاز يعني جيد جدا خلينا نحكي بس في شوي التراحول بالنسبة للإدارة يعني بالنسبة للإدارة ولا تسيب الأطفال يعني ما في حارس في أشياء صغيرة رتوش بحاجة للتشييك عليها بالمدارس بالنسبة للمدارس اللي عنا في الشرقية المدرسة هاي سعرها مناسب يعني مش مش كتير عالي في مدارس أغلى طبعا يعني بس هاي متوسطة هنحكي في الحكومي عندي ثلث أولاد كانوا بخاصة ونقلتوا مع الحكومة وقت كورونا يعني والمشاكل اللي صارت طبعا الحكومة أقل شوي يعني بالتدريس بخصوص المدارس الخاصة يعني الأقصاد جدا مرتفعة بس هذا بنعكس طبعا على التدريس وعلى الالتزام وعلى التعليم بالخاص كقصد بستحقه يعني بالمدارس الخاصة يعني ما بدك فلو أب للأطفال بشكل عالي الحكومة لا بدك فلو أب وبدك متابع للأطفال أنا كان عندي السنة اللي قبل الفاتت وابن إليه بحاطته أنا بخاص كان بالحكومة المدرسة لولاد بصراحة لا بش مزبوطة يعني بش دديسة بش قوي بصراحة فنقلتوا على الخاص فهو السنة الحمد لله سنقول جامعة البنات مدرسة البنات كمدرسة بنات بصراحة إحنا كبيل يسمين منتاز جدا كان عالي كان عالي بصراحة بس هو اللي بصراحة أجت أنا بظروف في سنتين الكورونا نقلتوا فيهن ثلاثة كانوا عاملين اللي هو تنزلات عشان أنه تدريس عن بعض أما لا والله كان القصد عالي بصراحة يعني ينضم إلينا الآن عبر الهاتف نقيب أصحاب المدارس الخاصة الأستاذ منذر الصوراني أهلا بك أستاذ منذر بالبداية كيف ترد على أراء الأهالي التي استمعنا إليها الآن حول التكلفة الباهظة للدراسة في المدارس الخاصة الله على ما أعتقد يعني بداية العام الدراسي حالي يعني مدارس الخاصة قدمت كثير خصومات لأولياء أمور الطلاب طبعا مرعاة لظروفه المقتصادية على وعلى ذلك أنت تعرفي أختي أنه ارتفاع الكلفة على المدارسة الخاصة ما زال قائم حتى خلال جائحة كورونا الخسارة تحملت المدارسة الخاصة يصل تعويضة حتى على مدارسة 2 أو 3 لكن في النهاية منقول أنه الذهاب إلى المدارسة الخاصة هو اختياري وفي القطاع الحكومي يعني الأبواب رفتوحة نعم سيد منذر عذرا لكن لنفطر الطالب في الصف الرابع في مدرسة ما في منطقة ما هذا قصد هذا الطالب يختلف عن قصد طالب آخر في نفس الصف في مدرسة ما في منطقة ما لماذا هذا التفاوض؟ حسب إمكانية المدارسة الخاصة وهذه مدارس قطاع فيها يا أختي هي يعني أربع نجوم وخمس نجوم هناك مدارس بلد نجوم هناك بيئة جغرافية دخول فيها متدني لذلك يعني لا يعقل للطالب موجود مثلا في جرش أو في المطرق أنه يسجد في مدرسة خاصة العمان لذلك هي نسبة تناسب هناك مدارس موجودة في كافة المحاصلات هي كلها تدرس النهاج الوطني ونفس المعلم ونفس الإدارة لكن الكلة تختلف على وعلى ذلك لا يعني أنه إحنا منقلل من القطاع الحكومي أو المدارس الحكومي مدارس الحكومي كمان عندها إمكانية جيدة لكن هناك رغبة عند أولي أمور الطلبة من التوجه إلى المدارس الخاصة كما سمعت من الأخ الذي قاله أنه أنا يعني المتابعة في المدرسة الخاصة أفضل اهتمام أفضل يعني فيه شغلات تفاصيل دقيقة صحيح يعني طبعا بالتأكيد بالضبط لكن لماذا لا نصل إلى مرحلة تحديد لنقل ثقوف سعرية إذا يعني هذا التعريف مناسب للمدارس الخاصة خاصة وأن أقصات كما ذكرت الصف الواحد وأنت قلت تتباين بين مدرسة خمس نجوم أربع نجوم ثلاثة نجوم والله يعني حاولنا منذ أكثر من عشر سنوات وإحنا يعني إحنا والوزارة بنشتغل على موضوع تصنيف المدارس الخاصة اللي بدخل فيه بند هو يعني تحديد الأقطاب المدرسية لكن هناك يعني معايير المعايير تختلف مدرسة خاصة إلى مدرسة خاصة المعايير يعني إذا ممكن أشحلكها الآن يعني المساحة الأرض مثلا قدم المدرسة الشهادات اللي حصلت عامل عايزو يعني اللي خرجيها على مدى عشر سنات أو عشر سنة ونالك مدارس عريقة كبيرة مضى عليها عدد من خمسين عام كل هاي المعايير حقيقة إذا تطبقت بدقة تعمل إشكالية في المدارسة الخاصة نعم نحن الآن على مشارف العام الدراسي الجديد هل نشهد هجرة من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة وما هي النسبة؟ والله لا أستمكسر يعني أنه إحنا تفاعلنا في بداية العام الدراسي وحقيقة في نوع من الحركة يعني مبشرة أنه قد يعود جزء من الطلبة الانتقل إلى المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة في بعض أو لأمور ارتاء يعني أنه شاف الوضع أنه في طرق هناك ما بين المدارس الحكومية طبعا أهم بم فيها الابتضاء أنت تقصد الطلبة الذين انتقلوا إبان جائحة كورونا؟ أي نعم وتعدادهم وصل حوالي إلى 200-240 ألف حسب الحكومية وذلك بالتعليم يعني نعمل أن يعود يعني ثلث هؤلاء الطلبة حتى الأوضاع في المدارس الخاصة يعني تتحسل لأنه يعني هنا مشكلة في المدارس الخاصة إذا هو أمر الدفاع يعني في عبء علينا في التوظيف في عبء علينا في الإنفاق لأنه أمر الدفاع منع إنهاء خدمات أي معلم تجاوز ثلاث سنوات يعمل وهذا حقيقة أثر لأن الطاقة الاستعابية قلت أصلا صحيح لكن هل هناك مؤشرات على أرض الواقع تشير إلى عودة هؤلاء الطلبة؟ لا فيها صحيح يعني فيه أما أنا أعن بقوله أنه فيه حركة يعني الوضع يعني مبشر ونأمل يعني أن تزاد الحركة لكن الآن إحنا في 20 أو 19-80 أما من الآن حوالي 10 أيام 21-80 تشتد الحركة أكثر شايف؟ يعني إن شاء الله يعني إحنا لا ضرب ولا ضرع في النهاية نعم فيه سؤال على الهامش يعني هناك شكاوى نطلقها كل عام من كثرة الأنشطة اللامنهجية في المدارس الخاصة ومن ارتفاع تكلفة هذه الأنشطة هل من توجه لتخفيف هذه الأنشطة إن كان من عددها أو من تكلفتها؟ والله عملية الكنترول على المدارس الخاصة في موضوع الفعاليات الأنشطة هي التطاصة دابطة بالتعليم يعني المدارس الخاصة أي نشاء تتقيمه على ما أعتقده أنا أعتقد أنه يتأخذ موافقة وزارة صحيح صحيح نعم نعم شكرا لك نقيب أصحاب المدارس الخاصة الأستاذ منذر السوراني كنت معنا عبر الهاتف حصلت منطقة البربيطة وسيل الحسى على أعلى معدلات ونسب نجاح في محافظة الطفيلة هذا العام من خلال أول دفعة توجيه في المنطقة هذا ما قاله المعلم عمر لبدور مضيفا أن الناجحين يحتاجون إلى دعم وأجور نقل وكلف مالية لاستكمال دراستهم في أقرب جامعتين لهم وهما جامعة مؤتى والطفيلة التقنية عدا عن أن المنطقة بالأساس مقطوعة من المواصلات ويسكن في البربيطة ما يزير عن ثلاثمائة أسرة متفوقين على تلالها ويعملوا غالبيتهم في الرعي والزراعة ويعيشون في خيام صنعوها بأيديهم من بقايا أقمشة لا تكاد تقيهم برد الشتاء أو حر الصيف نحن اليوم نحتفل في نجاح طلاب سيل الحسى ومنطقة البربيطة الذين جابوا علامات باهرة ونسبة نجاح عالية طبعا هذا كله شكر لمديرة التربية والتعليم والمعلمين والكادر التعليم في هذه المنطقة يعني كانت فرحتنا لا توصف بكونه أول دفعة توجيهي في هذه المنطقة البربيطة وسيل الحسى عدد الناجحين 9 طلاب من أصل 11 طالب كانت نسبة 90% نسبة النجاح يعني أعلى نسبة فرحافة الطفيلة من ناحية المدارس حيث عاني طلاب منطقة البربيطة وسيل الحسى من معاناة شديدة نحن لا يوجد كهرباء لا دروس خصوصية لا منصات تعليمية كله على الحياة القديمة مثل أغدام أجدادنا وأباءنا احتياجات المنطقة بحاجة إلى سكنات بحاجة إلى مركز صحي وإلى حاجة إلى ماء لأنه لون الماء أنتم لونه أخمر في ترصبات كثيرة غير صالح للشرب مصير الطلاب إن شاء الله إذا في همة الوزارات أنه يوفروا لنا منح إن شاء الله وتوسيع المدارس الثانوية في ظروف معيشية قاسية يعيش الطالب هاشم راجبوت في بلدة الباعج بمحافظة المفرق لأب باكستاني وأم أردنية وعلى الرغم من كل ظروفه الصعبة إلا أنه تمكن من قهرها بتحقيق نجاح باهر في امتحان شهادة الثانوية العامة أبوي بيشتغل ببلاط مهنة البلاط وأنا بشتغل معه وبساعده يعني هو ما بقدر يجيب عامل يشتغل معه يساعده يعني لأنه كبير بالعمر يعني ما بنجز بالشغل فأنا بشتغل معه وبساعده وبأيام الدراسة يعني كنت بطلع من الصبح بنشتغل معه لحد المغرب بروح برتاح شوي وعلى الساعة عشر زيك ببلش الدراسة لحد الساعة ثلاث بالليل أربعة بالليل وبنام الصعوبات يعني مثلا أوقات للدراسة يعني ما فيه لا تلفون ولا دروس خصوصية وما فيه أي شي يساعدني بالدراسة يعني كنت بروح المدرسة أحيانا لكن يعني الدراسة بدها مراجعات وهذا ما قدرت أراجع يعني ضلت على الكتب يعني لما إجا وقت تسجيل بالمدرسة عشان أرقام الجلوس يعني ما كان معي الثمن إجا الأستاذية المدرسة هم اللي لمّوا لي ودفعوا لي حق الـ 25 دينار تبعيت رقم الجلوس يعني أنا طموحي بالبداية يعني كان دراسة طب يعني ما وقفت الصعوبات قدامي إني أدرس طب لا الظروف الاقتصادية ولا أي وضع سواء ما كان معي لا دروس ولا هاي بس ما وقفت هذه العوائق أمامي واجتهدت ودرست وجبت المعدل النجاح لحاشم إيش مجتبعي الله سبحانه وتعالى بقول الله صابرين اللي أصبر أنا معه صبرت كثير أمري بالحياتي ما شفت فرح والفرح هاي أول فرح لما شفت فرح هاي نفس النتائج ما حملت قلبي بيّنت يكون هالشي يوقف معي الحمدلله هذه العائلة يعني أخونا رفيق الله يوفقه من الثنين وثمانين هو في الباعج ويعتبر واحد من أفراد الباعج الطالب هاشم الله يوفقه ربي اجتهد أمه إردنية وأبوه من أصول باكستانية وهم يعني من خمس واربعين سنة يسكنوا في الأجار وحالتهم المادية يعني على الله إذا اشتغل أكل ما اشتغل ما أكل والآن ننتقل إلى كاريكاتير اليوم موسيقى 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 وزاويتنا الأخيرة في هذه النشرة هذه المشاهد واللقطات وبدون تعليق موسيقى 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 اشتركوا في القناة